السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء المتابعين اليوم درس جديد خاص في رسم المخططات الكهربائية باستخدام أوتوكاد الكهرباء في الدروس الماضية شرحنا كيفية احتراف رسم المخططات الكهربائية وشرحنا أغلب أدوات أوتوكاد الكهرباء الخاصة برسم المخططات الكهربائية وتعلمنا كيفية البدء باحتراف رسم المخططات الكهربائية وأهم الأدوات المستخدمة في أوتوكاد الكهرباء اليوم رح نشرح موضوع جدا مهم تحتاجه تقريبا بكل مشروع أو كل تصميم أنت رح تبدأ به الدرس هذا اليوم رح نشرح كيفية البدء بإضافة التقارير الخاصة بالبروجيكت على سبيل المثال أنت عندك بروجيكت متكون من عشرات الصفحات فحتى تختصر المخطط في تقرير أو مجموعة من التقارير هاي التقرير رح يلخص لك المخطط على سبيل المثال تحتاج أنت كميات المكونات فتحتاج بهذه الحالة إلى تقرير يحصل لك المكونات وأعدادها وكل مكون الشركة المصنعة الخاصة به وموقعة في المخطط بهذا الدرس إن شاء الله رح نتعلم هاي الفقرة الخاصة بكتابة التقارير في المخططات الكهربائية وكيفية الاستفادة من عندهم في بعض الأحيان نحتاج إلى أنه نعرف كل عنصر الأطراف الخاصة به وين متوصلة فعلى سبيل المثال عندنا هذا المخطط لو تلاحظ أنه النقطة هاي اللي هي خاصة بالكونتكتر متوصلة بين الطرف القاطع الكهربائي وطرف الخاص بالأوفرلود فبهذا الدرس رح نتعلم كيفية معرفة كل بين أو كل كونتاك أو كل عنصر موقعه بالضبط وبمن متصل في المخطط وأيضا رح نعرف بهذا الدرس كل واير الحجم الخاص به وكل واير بمن متصل فعلى سبيل المثال الواير اللي هو بعنوان أو ياخذ نمبر الـ A1 2A متصل الطرف خاص بالكونتكتر بالقاطع على البن 2-T1 والطرف الثاني على الـ B على الكونتكتر بعنوان الـ A1 يعني الطرفين الخاصة بالواير عرفتها وين موقعها وايضا لازم اعرف انه كونتكتر هذا وين موقعه والقاطع وين موقعه في اي شيت وموقعه بالضبط بالشيت وبالرسمة كلها رح اعرفها خلال هذا الدرس طيب شنون نعمل هذا التقرير او شنون نعمل هاي مجموعة التقارير بالبداية انه لازم تعرف انه AutoCAD الكهرباء مثل ما ذكرنا لازم انت تكون متابع بالتسلسل فما ينفع انه انت تضيف تقرير بدون ما انت مضبط الرسمة عملية ضبط الرسمة انه لازم اضيف المكونات لازم اضيف التاق الخاص بكل مكون وتعلمنا كل هذا بالدروس الماضية وتقريبا رسمنا نفس هاي الرسمة ومشابه لها بكثرة وايضا لازم تعرف كل مكون البنات الخاصة بي فعلى سبيل المثال هذا الكونتكتر اللي هو Q2A البنات الخاصة بي انه اول بول البن الخاص بي اللي هو 1L1 و 2T1 البول الثاني هكذا فلازم انت امرقم هذا التصميم وما اخذ الشركة المصنعة الكل مكون فعلى سبيل المثال هذا عند القاطع الكهرباء هذا القاطع لو اخذنا edit component لو نلاحظ انه هو من تابع لشركة سيمينس فانت بهاي الحالة لازم تختار الشركة المصنعة كل عنصر او انت تكتبها فيما بعد اوكي يعني انت تكتب الشركة المصنعة وتكتب serial number الخاص بكل عنصر وتكتب البنات اللي موجودة في كل عنصر وايضا ان شاء الله راح نشرح اذا عندك انت مكون غير متوفر ضمن المكتبة اللي موجودة في اوتوكاد الكهرباء شنون نبدأ انضيفها على المكتبة ونكون مكتبة خاصة بنا فبهذا الدرس راح يكون خاص مثل ما ذكرنا بالتقارير لازم مثل ما ذكرنا انه لازم تكون انت مضبط الاعدادات الرسمة اللي انت تريد تعمل لها تقرير فعلى سبيل مثال انا عندي اربع محركات رسمتها على السريع حتى يكون الفيديو قصير وايضا هاي المواضع كلها انا شارحها في التفصيل في الدروس الماضية حتى ما يكون اعادة للمواضع ويكون الشرح ممل ايضا في الرسمة الثانية اللي هي بعنوان اي تو الرسمة الثانية رسم دائرة الكونترول ورابطها مع دائرة الباور فعلى سبيل المثال هذا الكونتكتر ايضا عامل لكروس ريفرانس الخاص بي فعلى سبيل المثال انه هناك في هذا الكونتكتر الكويل الخاص بالكونتكتر اربع نقاط مفتوحة اللي هي وان اي وان و اي او تي تو موجودة في الشيت الاول وهاي ايضا موجودة في الشيت الثاني الاول وهاي كلها موجودة في الشيت الاول اللي هو بعنوان اي وان اي وان اي وان معاعدة النقطة الاخيرة اللي هي 13 و 14 موجودة في ال A2 9A ال A2 9A اللي هو هذا اوكي هاي النقطة اللي هي 13 و 14 وهكذا احنا الفكرة اهم شي انه انت لازم تكون مضبط الاعدادات الخاصة بكل رسمة اوكي ال Cross Reference وال Source وال Destination كلها شارحها في الدروس الماضية وعملية الترقيم لازم انت مضبطها يعني انت مضبط عملية الترقيم الخاصة بكل رسمة بعد ذلك راح ابدي باضافة التقارير فاذهب على سبيل المثال الى الرسمة الاولى اللي هي دائرة الباور راح اذهب الى من الاعلى اذهب الى Report هذا ال Report بالعلى اختار اول خيار بالنسبة لل Report بعدة تفاصيل مجموعة جدا واسعة من التفاصيل الخاصة بالتقارير لكن بشكل عام انه انت تحتاج كمية محدودة وان راح اشرح الرئيسية في هذا الدرس وان شاء الله راح نكملها في الدروس القادمة فاذهب الى Reports بعدها راح تنفتح لي هاي النافذة الخاصة بالاعدادات والخاصة بالشاء التقارير فمثل ما تلاحظ انه ال Report Name اكو حدة مجموعات من ال Report مثلا انت تريد تعرف انواع الكيبلات اللي موجودة في الرسمة تريد تعرف اعداد كل مكون واعداده موجودة في الرسمة تريد تعرف المواصفات الخاصة بكل مكون تريد تعرف ايضا كل مكون بمنه يتصل كلها راح انت تختارها من خلال هاي اللي موجودة على اليسار فاول واحد اللي هو Build of Material هذا يوضح لي كل مكون المواصفات الخاصة بكميته فعلى سبيل المثال راح اختاره انت تريد تعمل لكل بروجكت له فقط للرسمة فارح اختار على سبيل المثال للرسمة اوكي اللي هي ال Active Drawing يعني الرسمة اللي انت فاتح انا حاليا فاتح الرسمة ايوان فراح يعمل لي تقرير للايوان تقدر انت توضع بالتقرير الكيبلات والكنكتر لكن انا راح ابقيها الاعدادات ال Default لان مثل ما ذكرنا هذا الدرس راح يكون بشكل مبسط يعني التقارير يحتاج لها اكثر من درس فراح اضغط على اوكي بعد انت لازم تعمل Save حتى يأخذ الاخر تحديث للرسمة اوكي هذا هو التقرير اللي راح يطلع انا بشكل عام راح اضع التقرير بهيئة ملف اكسل على الرسمة اوكي فراح اضغط Put on Drawing يعني درجلية على الرسمة راح انت تقدر تختار ال Style الخاص بالتقرير وكيفية كتابته تقدر انت فيما بعد تقدر انت ايضا تنشئ تقرير خاص بك لكن بهذا الدرس مثل ما ذكرنا راح نقض الامور الرئيسية بعدها اضغط اوكي راح اختار المكان اللي اريد ادرج بالرسمة فعلى سبيل المثال في هذا المكان اوكي راح اختار او بعد ما ضغطت واختاريت المكان راح اضغط على Close اغلق النافذة لو تلاحظ انه هذا هو التقرير بان تمام هذا التقرير لكن حجمه صغير جدا راح اعمله scaling او تكبير للجدول فحتى نكبر الجدول لازم احدده بهذه الطريقة اوكي اضغط ايمن scale او من خلال home موجودة ايضا في هاي القائمة اللي هي هذا scale اوكي لكن انا حضغط اضغط اضغط ايمن scale احدد المكان اللي يريد اكبر من عنده الجدول بهذه الطريقة اوكي تمام تم تكبير الجدول انت تتوضعه في غير template تتوضعه في غير مكان هذا انت حر في المكان اللي انت تريد تختار بوضع التقرير اوكي بعد ذلك لو تلاحظ انه هذا التقرير اللي تم انشاءه بشكل اوتوماتيكي اوكي بشكل اوتوماتيكي فعلى سبيل المثال التاقات اللي خاصة بال component فعلى سبيل المثال التاق الاول Q2A والQ4AH والQ6A والQ7A اوكي هاي كمية تشجد عددهم اربعة لو تلاحظ هي عددهم اربعة الquantity عددها اربعة اوكي ايضا بعض المواصفات اللي موجودة في او بعض المعلومات اللي موجودة في الجدول هذا اللي هو الcatalوج اللي هو الرقم المكون اني مااخذ هاي المكونات اللي هي الQA كلها نفس الشركة اوكي فعلى سبيل المثال على سبيل المثال مثل ما تلاحظ انه هذا edit مااخذة من شركة سيمس ونفس الرقم الكتالوج نمبر او السيريان نمبر الخاص بالمكون وهذا ايضا نفس المكون الماخذة في الدائرة الاولى اوكي نفس المكون بالضبط اوكي فلذلك وضع لياك كلها في خانة واحد او في صف واحد وكتب لي امامها رقم اربعة يعني كميتها اربع اناصر اوكي اذا مختلفة رح يضع لك ياك كل واحد في صف اوكي كل واحد رح يكتب لي السيريان نمبر الخاص به ايضا الشركة المصنعة مثل ما تلاحظ اللي هو الشركة سيمس والمواصفات الخاصة او الديسكريبشن الخاص بالمكون اوكي مثلا هذا اشقد الامبارية يتحمل اشقد الكيفي يتحمل ايضا عدد الاقطاب الخاصة به كلها رح يشرح لك ياه في الديسكريبشن الديسكريبشن هذا هو موجود ضمن الكتالوج فعلى سبيل المثال هذا اخذنا الديت عفوا واخذنا الديسكريبشن هذا لو تلاحظ انه اكو مواصفات خاصة بهذا الديسكريبشن ايضا جمع ليه وكتب ليه في هذا الخانة الخاصة بالديسكريبشن في الجدول اوكي كذلك بالنسبة للقواطع والاوفر لود والكون تكترات كلها شرح ليه فعلى سبيل المثال اللي هو اي ايم تو اي ايم تو اي وهنا لازم نروح عليه نشوف مكانه وين هذا هذا الام تو اي اوكي اللي هو الموتور اذهب عليه اختار شوف من شركة اي بي او المبرادلي تمام مثل ما تلاحظ عددين اربعة وكذلك بالنسبة لل هذا اوبر لود اوكي اوبر لود ريلي اوكي اما الكون تكتر لو تلاحظ الكون تكتر ما ضاف ليا لان هذا الكون تكتر مرتبط في كويل الكويل موجود في غير رسمة اوكي يعني هذا هو تابع للكون تكتر الكويل الخاص بالكون تكتر فالكويل الخاص بالكون تكتر هو هذا مكانه اوكي كذلك كذلك بالنسبة الالوبرلود الالوبرلود هذا مكان الاصلي لذلك وضع لك هذا المكان اوكي فوضع للوبرلود القاطع والموتور اوكي اللي هو هذا وكذلك وضع لالوبرلود هذا بالنسبة للمكون او الوضع للبروجيكت كامل اوكي في هذا المكان راح اضعه في هذا المكان لان جدول صغير اوكي اخذنا نفس المعلومات اعمل تسكيل تقدر انت تغير مكانه من موف لو تلاحظ وضع لي فقط الكنتكترات اللي هي كي 9A هذا والكي 9AA والكي 9AB والكي 9AC اوكي اللي هي مجموعة الكنتكترات البقية هي موجودة مثل ما ذكرنا في غير رسمة اوكي في غير رسمة اما اذا اختارينا نوع ثاني من التقارير على سبيل المثال الكمبوننت راح اخذ للبروجيكت كامل راح اخذ كل البروجيكت شوف راح يوضع لي المكونات الخاصة بكل البروجيكت اعمل سكيل فمثل ما تلاحظ هذا النوع من التقارير وضح لي اهم المعلومات من اهمها التاق مثلا كل مكون التاق الخاص بي الشركة المصنعة كذلك الرقم الخاص بي وكذلك الوصف اللي موجود في هاي الخانتين الوصف كل مكون اوكي اسم المكون يعني واللي هو الوصف الخاص بديسكريبشن تمام ان شاء الله ان شاء الله واضح الى كذا فانت اكون مجموعة ايضا من التقارير ان شاء الله راح نشرحها بالتفصيل في الحلقات القادمة لان مثل ما نعرف انه هذا التقارير بانواع مختلفة فلذلك راح اقسم هذا الموضوع الى اكثر من حلقة حتى الكل يستوعب الموضوع ويفهمه بشكل صحيح ان شاء الله واضح اليك هذا الدرس اتحلمنا كيفية اضافة بعض التقارير واهم الملاحظات اللي موجودة على الرسمة اللي انت لازم تتبعها حتى يطلع عندك التقارير بشكل صحيح ان شاء الله راح نلتقي في دروس قادمة خاصة بموضوع الريبورت ونكمل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع الى هنا نصل واياكم الى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي والى اللقاء